لا يوجد إنسان ما يجامل ممكن أن نرى أسماء نجوم على الساحة الشعرية ولكنهم في الحقيقة لا يمدون للشعر بالصلاة أو أنهم وصلوا بالمجاملة والله يجوز لكن أنا ما أنه في شخص ثاني وهذا لا نعم أنزين يرى سمعنا الحين قصيدة وطبعا نحن بعدين مستمرين في الحوار معك إن شاء الله في أبيات الله يحفظ شهدانا إن شاء الله ويردهم إن شاء الله سالمين وغنمين آمين يا رب ويرحم اللي يتوفوا وهم عند الله يا إن شاء الله يقول غدر العدو ظلام ليل وتجلى بوقفة ملوك المملكة والإمارات وبالموت درع الخمس رحب وهلا وحقق بفضل الله سنام الطموحات وفي حضر الموت يموت ولا تخلى عنع زجارة والوطن والمروات وشهيد مارب أو شهيد المكلة حسبه حسبه ربي حي لا شك ما مات هذا الإماراتي بطبعه تحلى بطاعة وليمره بوقت المهمات وعلى سحاب المجد مجدة تعلى وشهادة تعز وشموخ وبطولات جميل صح لسانك الله يرد إن شاء الله جنود ناس عمين غنمين يا رب إن شاء الله يكون النصر غريب إن شاء الله إن شاء الله إنزلنا الشعر محمد القحطاني يميل إلى أي نوع من أنواع الشعر؟ والله كل نوعها تجذبني ولكن أكثر ما يجذبني الوطني؟ الوطني واللي يعني تكون منها فائدة علي وعلى المجتمع أو تخدم المجتمع قبل لا تخدمني وما تميل إلى الغزل اللي ملأ الساحة الشعرية الحين أو مؤخرا؟ والله شو فيه الغزل يعني هو من أسرع السلالم صعود الشاعر لماذا؟ وأكثرها نزولا؟ أغلب الناس وأكثرها نزولا في بعض الأحيان لكن أغلب الناس بحال الله يميل للغزل يعني حتى لو تجيبهم سيا أو شيء أغلبهم إن إذا ما كان فيه اللون من الغزل يعني يحسون فيه خلل أو نقص ما تحسس أو شو هي الأسباب شاعرنا؟ الناس كلهم عندهم مشاعر وقلبهم خضر وأغلب الناس يعني يحبون الغزل بطبيعة الحال يعني نعم في كل هذا اللون يكون له قصايد القصايد الغزلية تكون محببة ولها قبول أكثر نعم ولكنها مش أهم أنا أشوفها مش أهم من قصايد الوطن من قصايد الغزل يعني ما فيه الحين شريحة في المجتمع غير المراهقين عشان أن نعطيهم شعر الغزل أو نسمعهم شعر الغزل؟ ما فهمت يعني الشعر الغزل دائما يكون موجه للمراهقين فهل هناك فيه شرائح مختلفة مثلا تسمع غير الغزل؟ والله على حسب يعني الحين اختلفوا الناس بحال الله يعني صارت أغلب أو الأغلب منهم يميلون للغزل ويميلون بعد عند شلون هذا الجديد اللي دخل على الشعر اللي هو الشلات نعم طبعا الشلات هذه شوي غيرت مسار الشعر يعني الشلات دعنا نتطرق عن الشلات بما ذكرت الشلات دائما يكونون أو معظم الشعراء يكونون مرتبطين أو راعي شلة فهل الشعر محمد القحطاني أيضا هو راعي شلة؟ لا والله ما جربت؟ لا ما جربت يعني الله عطاني إن شاء الله شعر وكفاني عن صوت نعم نعم وتتجه إلى الشعر الغنائي سيد محمد؟ والله ما أمين إلا صراحة يعني في البدايات كنت يعني ما أمانع ولكن الفترة الحالية ما أمين إلا صراحة نعم وصلنا في الفترة الأخيرة شاعرنا نشوف بعض القصائد مكتوبة من قبل الملحنين ومشاركة المعد أكيد أو المؤلف اللي هو الشاعر مثل ما ذكرت السابق أنه يعني أغلب الملحنين أو الفنانين اللي يبا مثلا لون معين أو لحم في باله أنه يفرض على الشاعر الصورة اللي يباها والشاعر يعني يكسر بعض القواعد المهمة في الشعر عشان أنه يركم مثلا لغنية أو الشلة هذي بالطريقة الصحية نعم شو رايك تسمعنا قصيدة لحين الشاعرنا؟ والله بسمعت غزل لكن نوع ثاني أنا بما أن مهنتي شوي صعبة في مسوي كمبيت يقول أدنك خلية عسل تسحر من يذوقها عرفنا يعني الوظيفة ايه ويحلو طعم العسل من بعد مر المذاك والشاحنة لوما تلقى سائق يسوقها كان ينكسر قلبها مثل اليمن والعرك ويسائق اللي يحق منها وهي تدري وش حقوقها مدام بيننا عهد وبنود اتفاق يسائق الشاحنة حضراك صندوقها يحمل بنية صغيرة تخمد الاحتراق إذا حكت فبيض الدخام من طوقها وإذا سكتت ودك يطول الجفاء والفرق سلامت صح السانك نستطيع أن تقول أن هذه القصيدة غزل كوميدي؟ غزل كوميدي يعني شبهت الشاحنة والطفايا على أنها بنت بنت صحيح دائما الغزل شاعرنا يدخل الكلمة أو المفردة إلى طريق الظلام بحيث أن الشاعر ممكن أنه شوي بالغ في المفردة أو المفردة الشعرية لماذا؟ والله شوفي هو يمكن الأحيان المبالغة أو الخيال يزيد النص أو القصيدة جمال يزيد القصيدة جمال جمال ولكن مش عند الكل بعضهم يشوف يعني أن فيها جمال أو أنه يعني يحب اللون هذا ولكن اللي أنا مثلا كذوقي الشخصي أن أشوف الشيء الواقعي القريب من الحقيقة وهذه لهم أكثر جمالا بس في بعض الأحيان يكون الغزل إذا كان مثلا زيادة ممكن أن يكون غزل جارح صح بحيث أن نحس أنه شعر من العصر الجاهل صح نعم بس بالعكس للعصر القديم كان يعني قصايدهم يسمونها قصايد أو وصف عفيف نعم لكن الحين يعني في أغلب قصايد الغزل تكون أكثر مبالغة أكثر من الأسم بما أنك الحين شاعر من الجيل الجديد نقدر نقول الحين نشوف مع وسائل التواصل الاجتماعي وقناوات سواء القناوات التواصل الاجتماعي بشكل عام كل واحد أطلق على نفسه اسم شاعر فهل صحيح أن هذا هو شاعر وكيف أنه ممكن أن نشوف الشخص أو نسميه باسم أو من هو يكون الشاعر أو شاعر بمعنى الكريمة والله حاليا نشوف أن الشعار زادت نسبتهم وللأسف يعني بعضهم لا يمتدل الشاعر بصله ولكن الساحة هي التي تقيم وقصايد الشاعر هي التي تفرض نفسها نعم أحيانا نلقى أبيات تمنى نحن الشعار هذه الأبيات من جزالتها ومن معناها وكل واحد وقصيدة يعني نعم أو شعرها قبل لا نختم فقرتنا شاعرنا ممكن تسمعنا قصيدة إن شاء الله يقول اختامها مسك والقصيدة هذه نصح وأتمنى منها الأجر لي ولكم إن شاء الله يقول يا صاحبي لد النظار بانتباهك يا صاحبي لد النظار بانتباهك محتاج للبيتين منك انتباهي لشان قلبك شان عقلك وفاهك وذمتك منها غصب كل الأفاهي حضراك ظنك لا يزيد اشتباهك يأتيك من ظن العباد اشتباهي وإن كان حظك بين الأيام تاهك لا تشغلك دنياك وتموت ساهي لله تعالى احط كل انتباهك ولا تصير عن رب المخاليك لاهي ولا ضاع بين الناس وجهك وجاهك استكثروا لك صبة تبريك شاهي يا رب وجهي وجهته بالتجاهك أطلبك طيب حظ وجهي وجاهي لا جاه يا معبود من بعد جاهك وعلى طريق أرضاك تم التجاهي نعم جميل صح لسانك شعرنا وأتمنى مشاهدين يأخذون هذه القصيدة أو هذه النصائح بعين الاعتبار وأتمنى تكون استمتعت معنا اليوم برنامج حديث المساء وأكيدك كان احوارنا صريح ولامس دائقتك الشعرية شعرنا والله أنا سعيد ومتشرف بتواجدي عندكم والله يطول عماركم بالعكس أنا حب استفيد وأنتمنى أن نكون أفد من عكس يعطيك العافية شعرنا شكرا لك والحب